السيسي يوجه بتحمل الدولة تكلفة حصول مراكز تجميع الألبان على شهادة الجودة السيسي يوجه بالإصراع بالخطوات التنفيذية لتحديث كافة جوانب منظومة المخابز على مستوى الجمهورية أمين حلف الناتو يقول إن الحلف سيتخذ قرارا بشأن مستقبل مهمته بأفغانستان في فبراير المقبل الرابعة صباحا الثانية بتوقيت جرانيتش موجز إخباري يأتيكم من القاهرة أهلا بكم وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي بالإصراع بالخطوات التنفيذية لتحديث كافة جوانب منظومة المخابز وتدول الخبز على مستوى الجمهورية وخلال اجتماعه مع رئيس الوزراء ووزير التموين ومدير عام جهاز مشروعات الخدمة الوطنية للقوات المسلحة وجه الرئيس السيسي بتسهيل الإجراءات وتوفير تسهيلات تمولية للتوسع في تحويل المخابز للعمل بالغاز الطبيعي وذلك مواكبة لجهود الدولة لترشيد الطاقة وتحقيق الاستفادة الاقتصادية المثلة من الثروات الطبيعية المتمثلة في الغاز الطبيعي وجه الرئيس السيسي بتحمل الدولة تكلفة حصول مراكز تجميع الألبان على الشهادة الدولية لاعتماد المواصفات القياسية لجودة الإنتاج والبالغ قيمتها 50 ألف جنيه لكل مركز وخلال اجتماعه مع رئيس الوزراء ووزراء الري والتموين والزراعة ومدير عام جهاز مشروعات الخدمة الوطنية للقوات المسلحة وجه الرئيس السيسي بتحسين أليات الري والاستعانة بالتكنولوجيا الحديثة خاصة للمشروع القومي الخاص بالتنمية المتكاملة للبيئة الصحراوية في الظهيرة الصحراوية لمنطقة الساحلة الشمالية الغربي وذلك لتعظيم المردود الاجتماعي والتنموي لأهالي المنطقة كما قال المتحدث باسم رئاسة الجمهورية سفير بسام راضي إن الاجتماع تناول متابعة المشروع القومي لإنشاء وتطوير مراكز تجميع الألبان على مستوى الجمهورية بالإضافة إلى عدد من مشروعات القطاع الزراعية أعلنت المحكمة الدولية الخاصة بلبنان عن تحديد يوم 11 من الشهر الجاري موعدا للنطق بالحكم على المدانين في قضية اختيال رئيس الحكومة الأسبق رفيق الحريري عام 2005 أوضحت المحكمة أن الجلسة ستكون عالنية وستبث وقائعها مباشرة على الموقع الإلكتروني للمحكمة باللغات الرسمية الثلاث للمحكمة أعلن وزير الدفاع الإسرائيلي بني جانسان كتلته ستصوت لحل الكنسة اليوم الأربعاء أشعر جانسي لأن ناتنياهو قرر حل الحكومة والذهاب للانتخابات بمنعه إقرار الميزانية مؤكدا أن كتلته ستصوت بنعم على حل الكنسات أعلن مندوب جنوب إفريقيا لدى الأمم المتحدة أن مجلس الأمن سيعقد جلسة حول الاتفاق النووي الإيراني في 22 من الشهر الجاري يذكر أن إيران تراجعت عن التزامتها بموجب الاتفاق النووي الذي تم التوصل إليه في عام 2015 ردا على انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق وإعادة فرض عقوبتها على تهران أعلن الأمين العام لحلف الناتو يانسي ستولتنبيرغ أن الحلف سيتخذ قرارا بشأن مستقبل مهمته في أفغانستان في فبراير المقبل وقال ستولتنبيرغ خلال مؤتمر صحفي في أعقاب اجتماع لوزراء خارجي الدول الحلف إن جميع الدول في الناتو أعربت خلال الاجتماع عن دعمها لمهمة الحلف في أفغانستان على الرغم من قرار الولايات المتحدة تقليص عدد قواتها في البلاد انتهى المجاز ولنا النوحية المساعدة المشاهدين بأن تردد اكسترانيوز اتشي دي 12303 معدل الترميز 27500 ومعاملة لاستقطاب أفوق إلى اللقاء